السلام عليكم ومحبا بكم في فيديو جديد اليوم إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو أنا حاولي نعلمكم كيف تديروا تديروا إعلان ممول القناة ديالكم وتزيدوا عدد المشاركين عندكم في القناة كذلك تزيدوا عدد الساعات عندكم في القناة وتحققوا شغط اليوتيوب وتبدأوا تخلصوا لابنسبة الناس اللي ديجا تحقق لهم الربح في القناة لابنسبة الناس اللي مازال ما تحقق لهمش الربح في القناة وكملوا شغط فبإمكانكم تديروا إعلان ممول قبل بطبيعة الحال خاصكم تنشؤوا جوجل أدود اللي ديجا في ذاك الفيديو اللي قبل كنت شرحت لكم كيفاش أديروا تنشؤوه ها أنتم ما تلقاوا في ذاك العلامة للآي هادي تبركوا و هادي تفاقوا نجوا في الفيديو باش تنشؤوا جوجل أدود باش بإمكانكم تديروا إعلان ممول القناة ديالكم طبيعة الحال أنا أعلمكم فقط انطلاقا من الهاتف كيتديروا تديروا إعلان ممول حيث بزرد الناس ولو كيخدموا بالهاتف مبقاوش كيخدموا بالحاسوب ومن بعد ده ما نوريكم تديروا اعلان ممول انطلاقا من الحاسوب هي نفس الخطوات بحال بحال غي كينفاق بسيط وصافي ده بنوري لكم إن شاء الله فيما بعد في الحاسوب ده بنوريكم شاح على الهاتف إذا نبدأوا على رغبات الله أول حاجة كتديروا هي أنكم كتمشيوا لجوجل كوم هادي أول حاجة أو أول خطوة كنديروها كنمشيوا لجوجل كوم إذا نتبعوا معي خطوة بخطوة كنجي اللي هنا وكندير بلوس باش كنخرج الباج ديال جوجل إذا نجي هنا يا وكنكتب يوتيوب يوتيوب وكندير رشارشي منين كاندير يوتيوب كانديرها ثلاثة من القيطات وكندير برسيان بور اوغ ديناتور باش كنجي نلواجيها بحال يخدام على الحاسوب قلت لكم ما را كنتمشيوا بنفس الخطوات هناك نقول لي بحال يخدام على الحاسوب كنمشي لهذا الضوائرة ديال القانات هالضوائرة ديال القانات وكنجي وكندير قاناتك أول خانة من بعد كنمشي كندير تخصيص القانات كندير تخصيص القانات كندير تخصيص القانات أتخرج للواجهة على هات الشكل ديال تناوى لما تتحمل للواجهة من بعد كتخرج للواجهة على هات الشكل كنمشي لإدارة الفيديوهات الخانة الثانية ديال الفيديوهات إدارة الفيديوهات كيخرجوا للفيديوهات اللي عندي كمين في القانات فمثلا أنا أندير إعلان ممول لهذا الفيديو الأول إذن كنجي كندير هاد النقيطات الثلاثة وكنمشي الخانة الرابعة لسميتها التغويج يعني بغيت ندير تغويج لهذا الفيديو كندقى ضغطة كبيرة وكتخرج لي على هاد الشكل كندير أول وحدة سميتها اوضغير دون لنافيغاتور يعني عادي نفتح في هاد النافيغاتور ليوا جوجل كوم إذن كنبرك على أول خانة وهدي تحمل الواجهة على هاد الشكل كنت تحمل لي نيشان على هاد الشكل كندير عاو تنل هاد النقيطات وكندير version for ordinator بحالة خدام على الحاسوب إذن في الحاسوب كنت تخرج لك بحال هاد الواجهة أنا دبا كندير بالهاتف كندير verso for ordinator كنت تخرج للواجهة على هاد الشكل إذن أول حاجة كندير commencer نمشي لكم خطوة بخطوة كندير commencer هاد تحمل لي الواجهة بهذا الشكل من بعد منين كنت تحمل لي الواجهة على هاد الشكل إذن كندغط على الخانة الثانية هذه اللي كندغط عليها وكيخرج لي هنا يا كيقول لكتب لي واحد العنوان إذن هنا كتكتب غالبا العنوان للفيديو اللي درتيه باش اليوتيوب كتعرف فين تحط لك الفيديو أو تقترح لك الفيديو للناس اللي مهتمين بهذا المحتوى اللي كتقدم كتجي هنا يا كتدير واحد الوصف يعني يمكنك تدير أي وصف أنا هدي نكتبه غي غي باش نوريكم انتوما اتكتبوا الوصف اللي عندو على قاب العنوان للفيديو فمثلا tuned من محتوى ديلكم هو الطفخ فهي هدي تكتبوا الوصف عندو على قاب الطفخ مثلا تقول هاد الفيديو يتحدث عن اه شي حاجاللي عندها على قاب الطفخ انتوما هدي تعرفوا هل حسب المحتوى ديالكم إذن آآ اه 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 تิزون يعود العنوان اللي كتبتيه في الأول الس هو اللي اللي تكتبوه هنا يا اغني باش اليوتيوب كتعرف فين تقترح الفيديو ديالك للناس اللي بغي هم يدخلوا للقناة ديالك ويديروا لك أبوني وتزيد الساعة من بعد كنجي مني كنكتب العنوان في الخانة اللولى والوصف في الخانة الثانية والوصف في الخانة الثالثة كنجي هنايا وكندير ثويفا إذن كنجي وكندير ثويفا من بعد مني كندير ثويفا كيخرجوا لي هنايا البولدان اللي بغي أنا يشوفوا الفيديو ديالي او اللي بغيت انا نكسبهم باج يتابونوا عندي في القناة اليالي فهنا كاين ماروك اذا باجت اجوتي يعني بي خواه الى بغيت تتقطبها كتدير اجوتي اون زون جيوغرافيك هادي كتدير بلوس وتكتب مثلا بغيت انا تلع فرانس كتدير فرانس هيا كتخرجك كتبرك عليها مثلا كتولي تدير اجوتي بغيتي مثلا من غير فرانس مثلا بغيتي مثلا اسبان اسباني كتدير اسبان انت كتدير البولده اللي بغيت انت يشوفوك في القناة ديالك من بعد كيخرجوك اللغة اللي المتتبعين ديالك كيتبعوك بيها فبطبيعة الحال انت كتشرح بالعربية اذا ادير اعراض كنت كتشرح بالانجلي او تستيقب الناس يعني عايشين في امريكا او لا هذا يعني اللغة ديالهم الى ام هي اللانجلي فيمكنك تزيد الدير انجلي كذلك الناس اللي مثلا شاحت متبعك من فرانسا فبطبيعة الحالة يكون كهدام بالفرانسي فأدير فرانسي اذا بغيتي تأجوتي ادخ لانج كتدير اجوتي اي لانج وكتقلب على اللانج اللي على حساب الدول اللي متبعين مثلا متبعك المانيا كتدير الماني تاهية كاللغة كتدير الماني تاهية كاللغة يعني هاي بلوس ان نطخي يعني كتقد تزيد اللغات على حسب الدول شحان متبعينك وكنجي وكنجي بطبيعة الحال سويفا دائما كنجي سويفا اذا انا كيجي عاو تاني كتشوف نتا شنبغيتي تستقطب واش بغيتي تستقطب غير الرجال واش بغيتي تستقطب العيالات واش بغيتي تستقطب هون كاملين على حسب المحتوى ديالك فمثلا الناس اللي كيديروا الطبخ فبطبيعة الحال كايستقطبوا غير الفام يعني غير اينات فهنا بإمكانك تحيد هاد اوم وتخلي غير اينات فقط كنتي كتدير يعني التعليم يعني كتقرين فهنا تقدير تستقطب الاينات و الضكور يعني يمكنك تديرهم بجوج كنتي مثلا كتدير ذاك شيال كامل الأجسام فهنا قريب تستقطب غير لازوم يعني غير الرجال فهنا يمكنك تحيد فام وتخلي غير اوم دونك على حسب المحتوى ديالذك الفيديو والمحتوى ديالك شنو كتقدم في المحتوى إذا أنا أخليهم بجوج حيث المحتوى ديالي تعليمي كالقريفة ف أخليهم بجوج كذلك بنسبة للسين كتشوف يعني انت في ذوك الإحصائيات للقناة ديالك يعني شكون يمتبعك واش متبعين من 18-24 عام ومن 35-24 من 25-34 متبعين كجميع الأعمى واللي متبعين كيعمار معين مثلا متبعين كغير اللي عنده من 18-24 عام من 24-24 عام أو اللي عنده من 18-24 عام مثلا من 24-24 عام فعلى حسب دوك اللي كيكونوا عندك متبعينك على حسب السين كتخليهم فأنا مثلا هاد 55-64 ما كانش لني متبعني اللي عنده من 55-64 عام من 64-A وكذلك كتار من 65 عام ما متبعينيش كذلك من 55-54 ما متبعينيش أنا متبعيني اللي عنده من 18-24 اللي عنده من 25-34 اللي عنده من 35-34 اللي عنده من 35-34 هما اللي متبعيني في القناة فهما لأدي نحاول نخليهم ونستخطبهم عندي في القناة ديالي إذن من بعد منين كان نقد هاد شي كان نجي هنا وكان ندير سويفا من بعد كيعطيوك انت شنو كتدير في القناة ديالك يعني واش كتدير الطبخ واش كتدير التعليم واش كتدير فيلوغات واش كتدير يعني التكنولوجيا على حسب شنو كتدير في القناة ديالك فمثلا هاد الفيديو اللي بغيت أنا ندله إعلان المموال يعني عنده علاقات بتكنولوجيا فأدي نجي هنا وهدي نقلب على التكنولوجيا ها هي أنبرك عليها ونقدر نكوشي عليهم بتلاتة نكوشي عليهم بتلاتة وكنجي وكندير سويفا من بعد كتخرج لي هاد انديكي ان بيجي كوتيديا يعني شوالي بيجي اللي عادي تنفقه في النهار باش تدير إعلان مثلا أنا عادي ننفق في النهار يعني مثلا 30 درهم المينيموم إذن هيد هذا وعادي نكتب 30 درهم بغ جوخ عادي نحاول ننفقها باش ندير إعلان لهاد الفيديو يعني كتكتبون ما شنو بغيتو كاللي قدر يدير الإعلان أغيب 20 درهم كاللي أغيب 10 درهم على حسب انت وشنو النوعة الإعلان اللي أدي تدير وش حال هدي تستقطب فلما تلاتي كنت هدي تستقطب على المغاربة ما شي هدي تستقطب المغاربة والفرنسيين فهنا تكلوفة تزيد شوية على حسب بشنو هدي تستقطب حيث نعرف بأن المغاربة سي يكون شوية هابط ماشي بحال فرنسا والإمارات والأمريكا سي يكون طالع إذن كان جي هنا ندير سويفو من كان ندير سويفو إذن هنا يخرجوني المعلومات اللي كتبت كاملة بإمكان نصححها إلى غلط شي حاجة فيكفي أنا نبرك على هاد القالم ونصحح اللي بغيت إذن هذو هما المعلومات كاملين اللي درت من بعد كان نجي هنا وكان ندير سويفو وكان نكون قرب تنكمل إذن سوف تخرج للواجه على هات الشكل إذن كان ندير من بعد هات شي كان نجي هنا وكان نمشي لهذا كوريجي لبروبليم هاد الحمار كوريجي لبروبليم كان نبرك فيها باش أدي نعمل المعلومات ديال بطاقة فيزا اللي عندي باش نخلص على ذاك الإعلان اللي أدي ندير في جوجل آدس باش نخلص على ذاك الإعلان فكان جي وكان ندير كوريجي لبروبليم إذن مني كندير كوريجي لبروبليم كتخرج اللي ماروك وكيعطوك العملة ياما دي يعني ماروك دي عملة ديال مغرب هي الدرهم كيجي وانا عندي بروفيل ديال بايوم إذن فيها أول حاجة هنا أول حاجة هنا عندي هاد تيب ديال كونت واش بارتكولي ولا انترو خيز فكان برك عليها وكان ندير طبع الحال بارتكولي يعني خاص دروري خاص ندير بارتكولي ركي يعطوك هنا البلاصة ديال دروري وكتدير بارتكولي ماشي انترو خيز يعني فرضي يعني النوع ديال كونت ديال فرضي من بعد كنجي هنا كندير هاد القالم وكنعمر الاسم ديالي فكيقول لك الانو الادرس كتكتب الاسم ديالك و الكنية ديالك اللي بحل قد يعني كتعمر بحل جوغل آد كتدي الاسم و الكنية ديالك اللي كينا فلا كارت ناسيونال كيف ما صغير من بعد كتكتب العنوان ديالك الل agile و العنوان الدني ديال الادرس ديالك ضار د من بعد كتدي الكود بوستال ديالك ف بالنسبة لعين قادوس مثلا الجياء مثلا أنا ساكن في عين قادوس فالكود بوستال ديالي هو 390 كل واحد على حسب الحي فين ساكن صوارات كون ساكن في طانجا سواف كازا على حسب كل واحد والمدينة فين ساكن كتدير كود بوستال ديال الحي ديالي قريف جوجل كاتمشي لجوجل كتدير كود بوستال مثلا كازابلانكا وكتدير حداها الحي بحسب أنا كندير كود بوستال فاس عين قادوس كيخرجوا لينيش هالكود بوستال عين قادوس ليو 390 وكتدير المدينة بطبيعة الحال هنا البايومو يعني النوع ديال الدفع داغوغي ما تديروش بايومو اوتوماتيك تديرو بايومو مانيويل مانيويل كي يعني يداوي إلا داتو بايومو اوتوماتيك يعني قدرو يطييرو لكم الفلوس اللي عندكم في الكونت ديالكم كاملة وبزاف ديال الناس كتوقعون هاد الموشكلة وكيقولك علاج كتمشي لهم الفلوس ها علاج حيث كيديرو بايومو اوتوماتيك فحاولوا تديرو بايومو مانيويل يعني متو ما اللي تحددوا المبلغ اللي يديرو به هاداك الاعلان فمثلا انا نحدد مبلغ مثلا ديال ميتين درهم مثلا كحد ادنى يعني لابغيت من ديال اعلان بميتين درهم يمكنك تديرو تها بمية درهم على حسب شحال بغيت تستقطب فمثلا لو كنت بغيت تستقطب غير مغاربة فالاعلان يقدر يطح عليك غير خمسين درهم ولا ميت درهم ولكن لا كنت تستقطب مثلا المغاربة مع فرنسا مع امريكا فاندخل دل الاعلان يوصلت الى ميتين ميتين وخمسين درهم هادي اللولا تاني حاجة داروغي تيب ديال لو كونت اللي خاص يكون عندكم خاص يكون عندكم كونت انترناسيونال ماشي كونت ناسيونال حيث كانت تعاملوا مع جوجل ادسنس و ادوود فخاصنا نديرو كونت انترناسيونال كي تسمى كونت كلاسيك منياها تمشي تفتح الحساب في البنكة ماشي بidgeنا نفتح الحساب للوى كلاسيك كيتامام قنت كلاسيك لوى كونت انترناسيونال كيتفتح بميةين درهم بعلاف ريال بwill مشيبحان تفتح الى مurat وท env stealcom consigo 60 натار حد تستطيعو درهم الكمية وانا الانترناسيونال كيتفتح بميةين درهمBro من بعد منيك اتكتب شحان داري دوس呢 إجلال كتدير ايشاتي الإنفرماسيو إذن لانفرماسيو بتابعة الحال كتدير نمارو دلا كارت كتكون فيه 16 يعني مني كتكون عندكم وحد دلا كارت فيزا راه كيكون وكتبيلكم راقم ديال داك الأكارت فيه 16 الرقم كتكتبوه كتكتبو يعني للموا أي يعني كي يعني هو شهر فوقاش يتسال لكم الأكارت راكتكونت يمكتوبة في الأكارت والآن فوقاش يتسال لكم الأكارت وكتدير وحد الكود CVC الكود الجانب يحمي ثلاثة اوىugى ب مكان ومكتم Virsa تقوم بذلكم تصرف تكلم something من요 هفل اكتبو تهم pficult في المنزل و الكود سوف ن Engineers وهي يكون في الكارت ناسيونال من بعد أن نأتي و أدعى جاكسبت لكوندوسات ديال Google AdSense حيث هنا أدلكم الإعلان دون كتأكسبت لكوندوسات ديال Google AdSense من بعد كتأتي و تبرك على أموائي كتدير أموائي و من تم كتبدا الحملة الإعلانية ديالكم و كتبدا اليوتيوب كتبدا لكم الحملة أو Google AdSense كتبدا لكم الحملة الإعلانية للقناة أو الفيديو ديالكم و كتقترح يظهر بكثير من الناس ويجعلو ايضا لكم المشاركين ويجعلو لكم الساعة كيف يكون هذا الاعلان الانجاح المحتوى ذي فيديو يكون يتذب المشاهد دائما تقتلوا محتوى ويجعلو محتوى فيك محتوى يجدد المشاهد وياه يكون ان تكون طوال بكثير لأنه يقوم بكثير من المشاهد يملaps الفيديو طوال بكثير من المشاهد فالفيديو اللي أتحاولي تديره فيه إعلان ممول بالأحسن يكون فيه ما بين 4-5-6 دقائق بالكتير وهنا يكون بطبيعة الحال إعلان ناجح 100% وبهذا أنكون سريط الفيديو ديالي كنتمنى الشرح ديالي يكون نالإعجاب ديالكم ويكون واضح إذا أعجبكم الفيديو من تنساوه جديرو جيم كومنتي وتبطجوا مع الأصدقاء ديالكم باش يستفدوا تاوما وشكرا على تتبور